بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون الزراعة المائية اهلا وسهلا بحضرتكم الدزاين ده هو او التصميم ده هو اساسا يعني كان موجود في معرض انطاليا ده بيعتبر من الانظمة المتقدمة جدا في الزراعة المائية ده طبعا نظام مصغر المكونات بتاعته اهوا حبارة عن الوسايد اللي بيزرع عليها من تحتها هي تشايف عملة الففاعات ومنخفضات عشان المياه تتصرف منها فيه اللي بيزرع الاول الشتلات في مكعبات بيتموس ومكعب من نفس المادة دي برده وبعد كده بيتنقل بعد ما بيبقى كويس بيتنقل في المربع الصغير ده ممكن يكون في مكان التاني بعيد عنده خالص وبعد النبات ما بيوصل لحجمه معين بيتنقل على الوسايد اللي هي من المادة دهيا اه واللي فوق ده اللي فوق ده هو ده نقاط بيسمونه نقاط حربة المياه بتاعته بياخدتها من مواسير تحت واللي زايد واللي زايد منه بينزل في القناة موجودة صنعينها من حاجة من حاجة زي الانومتال كده بحيس ان هي ما تتفاعلش مع المحلول الموزي اطلاقا المسهورة اللي موجودة ده يد ديت عشان التدسيئة دي عشان التدسيئة كمانس تمام بسأل الراجل الخبير اللي واقف هناك كده فبيقول لي ان على الاضاقة الحمرة اللي موجودة اللي دي اضاقة باشعة معينة بتزود من بتزود من النمو بتاع النبات عن طريق الليتات الحمرة ديت او الاضاقة الحمرة اللي هي موجودة ده تمام وده بيعتبر تكنولوجي متقدم اوي من الزراعة المائية هو راحة الزراعة المائية طبعا مرتاحة جدا لان باختصار الزراعة المائية يعني بتحتاج لمية قليلة جدا ما بتحتاجش المية يعني بتحتاج يعني واحد لعشرين من المية اللي احنا بنستخدمها في الري بتاع النبات زي ما انت شايفة هو البداي حطينها على ايه بتحتاج لي واحد لعشرين في المية من المية اللي احنا بنروي بيها النبات لان المية بتنزل بالمحلول بتاعها والمحلول بينزل النبات بياخد العناصر الغذائية ويرجع الراجع بيرجع في الخزان تاني ويتتم معالجته او تعديل ظروفه وبيبدأ يتضخ تاني طبعا حاجة دي بتبع على كمبيوتر كلها ولكن في ناس شغالة عادي يعني على اساس المحلول اللي كان هوجلند او كوبر كل الخلطات تقريبا جاية منهم يعني كل الشركة بتعمل خلطة معينة ولكن الاساس كله اللي هم الجماعة الكوبر وهوجلند دول اللي عاملين المحلل وكنت شرحت المحلول المغزة قبل كده ممكن ترجع له في النظام ده هو ما فيش طبعا استهلاك اسميدة كتير الانتاجية فيه بتبقى كويسة جدا مش وحشة افضل من الارض العادية طبعا في الخضر طبعا طبعا الشركة دي عاملة عارضة هوت انا بصوره من على الشاشة نفسها اللي هم حطينها عارضة انا كاو تشايف الطماطم عندك ما شاء الله كويسة جدا يعني الانتاجيات بتاعتها برضو عالية السهلاك الاسميدة بيكون قليل ليه لان النبات بياخد حاجته وبيرجع تاني دي احد المزارع بتاعتهم عرضينا على الداتا شوق اللي موجودة هناك تناسق ووضعهم كويس جدا بالصراحة والحاجات دي طبعا ابتدت منتشرة جدا في اوروبا وابتدت تنتشر في الخليج وان كان النظام اساسا بياخد مياه كتير طبعا في التبريد لان التبريد ملوش دعوة بقصة اللي كنت تزارع زراعة مائية ولا زراعة عادية التبريد واحد التبريد واحد هي قصة ان هو بوفر مياه فيه بالنسبة ليه الري بس تمام بوفر اسميدة لان فيه اسميدة كتير بتفقد مع التربة لان النبات بياخد حاجته والباق بتغسل في بطن الارض تحت ده لا بيرجع تاني وبيتعاد وبيتعاد الدخ المحلول تاني بعد تعديله زي ما قلت طبعا النظام صعب جدا لانه محكمة بالتالي الحشرات صعبة تدخله وبتكون المقاومة افضل فيش حاجة اسمها موبيدات حشايش بتستخدم لان انت شايف الوضع بيبقى زي ازاي ده المشروع من جوه هو الحطينه تمام المقاومة بالنسبة ليه الارضيات والحاجات دي كلها عاملينها بطبقات بلاستيك جامدة جدا وبالتالي ما فيش اي حاجة ممكن تستخبه زي الاطوار بتاعت الحشرات المختلفة انها تستخبه في الاماكن دهية تمام نظام بصراحة جميل جدا وكل القصة دي اللي بيديرها الكمبيوتر ما فيش حالات غدق يا جماعة او مية زيادة لان المية الزيادة اساسا عن حاجة النبات يعني الوسايت دي اللي يعمل بيتموس دي او المواد اللي مستخدمينها الوسايت دي كلها المية الزايدة عنها بتتصرف تحت في الشانل او القناة اللي موجودة دي طبعا الحاجات المساقرة العربيات دي في عربيات انتم لحظينها هي العربيات دي بتبقى ظروفها ان هي بتبقى بتستخدم بتستخدمها العمال في عملية الجامعة وعملية التقليم لان المشاريع دي زي ما ده وضعه صغير النقاط الحربة دي زي ما انت شايفه هو زي المصمار بيمسك المكعب ده في البدل اللي تحت او في القنوات اللي تحت اللي هي متصنع منها النظام ده يعني نظام مش عايز جرارات حرة تدخل جوه طبعا النظام بيتناسب مع اي ناس يشغلوا اهم شيء يكونوا يعني رومانسيين شوية رومانسيين ولذلك يعني الستات دايما في اوروبا هم المتفوقين في القصة دي اللي بديروا المشاريع ده او اللي بيشتغلوا فيها كمان لما بتشوف فاقيمني اينا الرجالة مش رومانسيين بالمرة والنبي مهم رومانسيين ومودش العرف ده اللي رومانسيين طبعا المشاريع تركي من اول الاخرة وعن ما شاء الله حاجة جميلة جدا وحاجة مفرحة جدا وحاجة يعني بنتمنى ان احنا بنشوفها بس طبعا هي مش هيدو يا جماعة هي مش هيدو لانك بتستخدم فيها كل الاسمدة كل الاسمدة بستخدمها بستخدمها كل الاسمدة ولكن يعني يمكن الموبيدات بتكون بكمية اقل شوي ان الموبيدات بتبقى ظروفها ان هي زي ما قلت ما فيش يعني العوام المشجعة على النمو الفطريات والحشرات زي الرطوبة وزي التربة مثلا بقى فيها لا كل الدنيا دي زي ما انت شايف ازاز في ازازة هو وتحت مجلدين للدنيا كلها بالبلاستيك هو تفهم مفيش طبعا رطوبة مش عالية زي عندنا وبالتالي كمان مفيش اماكن تستخبى فالحشرات والحاجات دي الاماكن طبعا بتكون محكمة جدا وشغل عالي جدا جدا ربنا وعدنا ان شاء الله بدل العتالة اللي احنا فيها دي في الاراضي العادية يعني ولكن النظام يعني انا يعني تجربة كويسة جدا بس طبعا نحتاج ادارة كويسة يا جماعة لان طبعا الهجس في الحاجات دي زي كده طبعا يدمر الدنيا كل حاجة محسوبة كل خطوة بحساب ده النموذج ده بصراحة يعني حبيت اصوره بس زينتي من الناس وصورته ما شاء الله يعني حاجة لان الحاجات دي في طبعا الناس اللي هي عامل نفسها وصلت الامر وخصوصا من العرب بالذات تمام او طبعا لما بقول عرب بقصد التمانية وعشرين دولة فاهمني ما بقولش على العرب بتاع الخليجي يعني عشان بس الناس اللي مخوها على قدها دي العرب بالذات لما يكون عنده مشروع زي دي تقول له يا اخي انا اصور مثلا او عمل حاجة يقولك لا كأن يعني مفاعلات زرية هو احطتها جوا مش عايز حد يطلع على الاصرار بتاعتها رغم ان هي منتشرة على الانترنت وانا كنا قبل كده قلت لحضراتكم طبعا المربع الحاجة اللي في النص دي بتحط فيها يعني دي بتزرع النبات الاول وبعد كده بتنقل في المربع الصغير دي كان ديزاين صغير للهيدروبونيك او الزراعة المائية ما شاء الله يعني حاجة كويسة جدا 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 ربنا يوفق الناس كلها اللي بيسعى للتقدم والمعرفة ربنا بيصر له الطرق دي يعني تجربة بسيطة يعني حبيت انقلها لحضراتكم اللي عايز استفاد منها يستفاد مش عايز يقفل الفيديو مكملهوش حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة